السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية يا رب وصفتنا لليوم هي وصفة رائعة جدا ومن أحسن الوصفات التي تعمل على تبيض البشرة وتفتيحها كذلك إزالة التصبغات البقع الداكنة آثار الشمس من البشرة بالإضافة إلى أنها تناعمها وكذلك تزيل تلك التجاعد والخطوط الرقيقة والدقيقة على البشرة كما عودتكم دائما مكونات الوصفات دائما بسيطة وفي متنول الجميع لكنها فعالة جدا في حل جل مشاكل البشرة إذا حبيباتي قبل ما نمر في تحضير هذه الوصفة والتعرف على المكونات أتمنى منكم دعمي وذلك بالتغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو كذلك إذا كنتم من الزوار الجدد فأهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم يسعدني انضمامكم وذلك باشتراككم في القناة مع تفعيل الجرس كذلك لكي تتوصلوا بكل الخلطات والوصفات التي أقوم بتنزيلها يوميا إذن حبيباتي في الوصفة سوف نحتاج إلى النشاء نشاء الدراء أو ما يسمى بالميزنة هذا المكون غني عن التعريف لما له من فوائد رائعة في تبيض البشرة تفتيحها كذلك وإزالة التطبغات سنضيف هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقتين من نشاء الدراء أو ما يسمى بالميزنة بعد ذلك سوف نضيف هنا بدع قطرات من عصير الليمون الحامد أو نضيف تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامد بهذا الشكل كما ترون فالليمون الحامد هو أيضا مبيض ومفتح للبشرة بعد ذلك سوف نمزج هذه المكونات بالحليب السائل الكامل نضيف الحليب تدريجيا يعني نضيفه ونحرك حتى نحصل على خلطة متجانسة على شكل كريمة نضيف كذلك القليل فقط من الحليب بهذا الشكل ثم نبدأ في الدمج العناصر فالخلطة هي رائعة جدا تعطي بياض كذلك تفتيح تزيل التجاعد وتشد البشرة نحرك جيدا حتى نحصل على خليط بهذا الشكل كما تلاحظون هنا يكون هذا هو قوامه النهائي بعد ذلك يعني بعدما نقوم بغسل البشرة سواء بشرة الوجه أو اليدين أو أي منطقة تريدون تبيضها نغسل البشرة كما قلت ثم نجففها ضروري غسل البشرة بالماء الدافئ لإزالة كل الخلايا والأوساخ التي تكون عليها بعدها نفردها على البشرة بشرة الوجه بحركات دائرية حتى تتغلغ لنا هذه الوصفة في أعماق البشرة نفرد بحركات دائرية بهذه الطريقة كما قلت على بشرة نظيفة ثم نتركها إلى أن تجف أي إلى أن تتشربها البشرة تقريبا لمدة نصف ساعة بعد مرور الوقت أو بعدما تلاحظون أنها قد جفت تقومون بغسل البشرة بالماء الفاتر ثم في الأخير الماء البارد وعندما تغسلونها تقومون بترطيب البشرة بأي مرتب أو كريم متوفر لديكم إذن حبيبتي الوصفة هي بسيطة لكنها فعالة تدومون عليها يوميا إلى أن تحصلوا على نتائج جيدة إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم حبيبتي إذا كانت لديكم أي أسئلة أو أي طلب فلا تترددوا اكتبوا لي في صندوق التعليقات إن شاء الله سوف أجيبكم وسوف ألبي طلبكم إن شاء الله بكل سرور أما إذا كنتم من الزوار الجدد فأهلا وسهلا بكم يسعدنا إنضمامكم لعائلة قناة وصفات لكم وذلك بالاشتراك في القناة عبر الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو كذلك لا تنسوا تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل الخلطات والوصفات فور نزولها إن شاء الله نلتقي في فيديو جديد مع وصفات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته